وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ هنا إشارة إلى الرياح التي تحمل غبارا أو أتربة فيتغير لونها ويصبح كأنه مصفرا وبأنها تحمل الغبار والأتربة فإن مصدرها ومصارها كان من اليابسة وعبر اليابسة أو من الصحراء فتكونت صفاتها ومنها أنها كانت حارة وجافة وتحمل الغبار فتؤثر على الإنسان والحيوان وكذلك النبات فتكون مفسدة له فتؤدي إلى جفافه وصفراره وبالتالي يصبح عديم الفائدة من بعد ما كان مقدرا وذو فائدة شكرا